اشتركوا في القناة 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 واحداث هامة تجد اسفار تذكرها اسفار ما تذكرهاش انجيلين بذكروا موضوع الرفع رفع عيسى ويوحنا بذكروا من الرفع طب الرفع قضية مهمة وين راح المسيح ثم هذه سيرة هذه سيرة وين الإنجيل يكن قال لك اليهود والنصر طيب أنت بتقول أنهم يهود ونصر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هدولة يعني هدولة اللي الإسلام بده يقبل هم يؤمنوا بمحمد رسوله بس طيب والعقيدة هاي وين هم هدولة اللي بيؤمنواش فيها الكلام خلينا أرجع شوي ملاش نبعد عن النقطة لما جاء الإسلام كان فيه قطاعات من النصارى على الحق وفيه قطاعات على دين إسماعيل من القلال بس موجودين كان فيه دين حق وفيه ناس كانوا على هذا الدين طيب هدولة الناس اللي على الدين الحق ورافضين ما تم في مجمع نيقيا 935 قبل الميلاد قداش الفرق أصلا قداش الفرق ما هو الفرق 250 سنة لما مجتمع لما مجمع نيقيا وصار قضية أريوس والناس المناقضين إله وكيف 935 ميلادي بعد الميلاد لعند 610 بعثة الرسول 325 نيقيا بعد الميلاد أنا قلت قبل 900 خلاص 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 ماشي بعد المهم بعد الميلاد أنا قلناها مليون مرة موضوع نيقيا هون 935 قبل الميلاد زيدوا 250 سنة قداش صار زيدوا كمان 250 سنة شو بتعرفوش تجمعو 600 ما هو رسول 610 كمان مرة أقصى يعني أنت كل كل كلامك لما تقول تقول قبل الميلاد خلصنا أنت بعدك على قبل الميلاد كمان مرة أقصى حدتها معناته خلاص كبرنا في السنة وشوفوا لكم واحد ثاني فهون هاي صار عندي 600 ما تتصوروا أنه الناس على الحق يعني فنية من المجتمعات لا أه بس هذول اللي على الحق وين راحوا هذول اللي كانوا على الحق وين راحوا اللي القرآن بتحدث عنهم كمان وين راحوا نعم هذول بعد نأجل إسلام ما كان عندهم نبوآت كانوا على الدين الحق وعارفين والآن من بيلكم كانوا عارفين وبالتالي زي سلمان الفارسي زي سلمان هو كان على النصرانية الحق تمام وبتعرفوا قسطه لما كان تابع لراهب ثم لما أجب دي توفى وصى لراهب ثاني لما أجب دي توفى وصى في الأخير أجعل المدينة المنورة وأدرك وكان عنده علامات وعارف الرسول والتفاصيل في علامات للرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كانوا يستفتحوا قبل يقولوا قد أظل زمان نبي بعرفوا فكان في ناس وين رحوا هدول هدول لما أسلموا ما قدتوش تشوفوهم انتو صرتوا تشوفوا الفرق اللي ما أسلمتش اللي يعني حرفت الآن هدول اللي حرفوا لأنه على فكرة بعض الناس هدول اللي بيحرفوا الدين الآن بيحرفوا دين الله وبناقضوا النصوص هدول بشان يرضوا في بعض المؤتمرات اللي قال التقريب بين المسيحية والإسلام التقريب بيحاولوا يرضوا على حساب الدين انت مين قلّك انت بتحسن للنصراني أو اليهودي لما تجذب عليه تجذب عليه مشان انت ويايا يعني تصيروا أحباب أو مشان يرضوا عنك طب ما انت خنته انت خنته للنصراني والمسيحي اللي ما كنتش انت واضح أمامه هو لازم يحترم من كان واضح أمامه يجي البابا يقول لي عني أنا كافر أنا ما بزعن ولا واحد في الألف لأنني نفاهم أنا وفق عقيدته انه أنا كافر بعقيدته ولا كيف وهو بقول لي انت كافر بعقيدته ايه هذا الكلام شكراً إليك هذا هو وأصلاً جماعة إبراهيم عليه السلام شو قالوا لقومهم كفرنا بكم كفرنا بكم شك وبالتالي بسيش تخدع النصراني انت بسيش تشعروا انه هو مقبول ثم يأتي يوم القيامة بأصلاً بيكون حجة بيكون حجة عليك انت يا رب يا رب هذا قلّي انه انت قابلنا بس منؤمن محمد رسوله خلاص ما منتبعه شو انت قابلنا هذا اللي قال هذا اللي قال مش انت يعني هذا اللي قال شو هذه خطيرة ليش تكذب عليه انت ليش تكذب عليه كله الله بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ها ثالثة ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن المسيح إن الله ها هو المسيح ما هم عدة فرق هم عدة فرق اتنين كفروا طيب وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفاههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون مشركين سبحانه عما يشركون مشركين ولا مش مشركين إنه ما يشركون بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار انتبهنا فهذولا اللي بدهم نفقوا للنصارى انت بتنفقونهم ولا بتخدعوهم انت بتكذبوا عليهم تكذبوا عليهم مشان شو مشان يرضوا عنكم مشان يرضوا عنكم أنا أذكر يعني وحنا صغار يعني في الكنة توجيه في المدرسة يعني كان لنا مجموعة من الأصدقاء بينهم واحد مسيحي بينهم واحد مسيحي يوم من الأيام فاجأ الجميع وحنا جالسين بنتحدث فاجأ الجميع قال شوفوا انتوا كلكم بتخدعوني ما عدا فلان بقول الصح عني قال ليش أكذب علي أنا شو قال الله بقول له أما لو أنا مخترع الدين بخترع له دين يعجبه لو أنا بدي أخترع مشان الصداقة بخترع له دين يعجبه وبوديه على الجنة كمان بس أنا اجدخلنا أنا انت بتخون ليش انت تقول هذول بخونه بكونوا قال في مؤتمرات التقريب وما تقريب وبصيروا بدهم إيش شاعرين بعقدة النقص أمام الغرب القوي والتفاصيل وبدهم مشان يكونوا مرضيين لا أكون واضح معاه بعدين إيش ضره هو لما يكون واضح معاه أنا مش عم بضع الدين أنا ببلغ وخلص وبفهمه بالضبط هو أصلا ممكن يدرس لحاله بيعرف هو بدرس لحاله بيعرف بدون ما أقول له أنا هذا مش عداء مني أنا أنا ببلغه ولازم أبلغه أنا ومثل ما بلغ المسيح اليهود ومثل ما بلغ موسى غيره أمته ما بصيرش النفاق في هذه المسائل طيب حتى نشوف الآن لحبنا نكشف لكم على زيفها الكلام كل هذا طيب لاحظوا اشتركوا في القناة